بسم الله الرحمن الرحيم طلابي ربي يسعد أوقاتكم ويعطيكم ألف عافية رجعنا الآن في فقرة كمان كثير مهمة تمرين موجود في كتاب النشاط للطالب لهو الكتاب المش ملون الآن التمرين هاذ موجود في لهو تمرين رقم 9 في صفحة رقم 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 33 ممتاز الآن نجي نتطلع على الفقرة هاي فقرة ترى علمية حلوة خفيفة الطيفة الآن كثير ممتعة بحكينا read the following article مرة ثانية أخواني لما قرأنا article في الفيديو اللي قبل صنفنا أنه المقالات article معناها مقالة طبعا مفرد الآن مقالة معنية في جرائد يعني معنية في النيوز بايبر الآن المقالة هاي بتحكي عن شو about the Borneo rain forest الآن rain forest اللي هي الغابة المطرية الغابة اللي بيكون فيها مطر كثير مناطق استوائية الآن هاي الغابة اسمها إيش اسمها the Borneo Borneo هو الاسم تبع هاي اللي هي rain forest اللي هي الغابة المطرية فالآن بيحكينا suggest a title for the article الآن بدي يانا نقترح أنا وياكم suggest لاحظ صيغة أمرية بقولي suggest يعني اقترح a title بمعنى عنوان بدي يعني اقترح عنوان على هاي المقالة طبعا عشان تكونوا بيستريم طلابي الآن في التوجيه ما بيجيك سؤال بيقولك اقترح عنوان ما رح يجيك اشي زي هك أكيد لا لكن الآن احنا بدنا نقرأ الفقرة نعرف شو محتوياتها شو أفكارها شو المعاني الموجودة فيها وبناء عليه ممكن نرجعنا وياكم ونطلع عنوان لهاي الفقرة فبسم الله الرحمن الرحيم نبدأ بيحكي لي الآن في بورنيو رينفورست حكينا رينفورست معناها ايش؟ معناها اللي هي الغابة المطرية لأن الغابة المطرية اللي اسمها بورنيو بيحكي لي is an ecological ecological هاي الكلمة مش قليلة ترى أول اشي بدكتب فوقيها a d j ال a d j هاي اخواني هي اختصار لكلمة adjective فبالتالي ecological هي صفة إذن أول معلومة بعرفها عن كلمة ecological إنها ايش؟ إنها صفة لقدامي شوي إن شاء الله رح نبدأ ندخل أنا وياكم في مرحلة التوجيه على إشي اسم المشتقات المشتقات بهمني أنا كطالب توجيهي أعرف الكلمة اللي قدامي عيوني هاي هل هي اسم؟ هل هي فعل؟ هل هي صفة؟ ولا هل هي ضرف؟ الآن كيف أعرف الشغلات هاي؟ كيف أعرف إن الكلمة هاي اسم ولا صفة ولا فعل ولا ضرف؟ بناء على نهاية كل كلمة ممتاز الآن كيف يا أحمد؟ تعال شوف بالله الآن في عندي كلمة ecological إحنا صنفناها إنها صفة طب يا أحمد أنت كنت حافظ يعني؟ لا إخواني والله مني حافظ أنا بعرف معلومة كثير مهمة رح نأخذها بالتوجيه مع بعض إن شاء الله بتقول الكلمة التي تنتهي ب-A-L A-L A-L نهاية صفة فالكلمة لما تكون تنتهي ب-A-L معناته الكلمة هاي هي الصفة فبالتالي أنا صنفتها على إنها إيش؟ على إنها صفة مرة ثانية أخواني الآن ecological معناها إيش؟ معناها بيئي لاحظ حتى المعنى حتى المعنى معناها بيئي حتى المعنى الآن بوحي إنها صفة عم بوصف بإشي إنه بيئي فشوفهم أحلى العلم وكيف لما نربط الأفكار ببعض المعنى ساعدني أعرف إنها إيش؟ صفة الكلمة انتهت ب-A-L برضو كمان صفة طب تعالوا نرجع للفقرة بحكي إنه بورنيو رينفورست إذي الغابة المطرية المسمى ببورنيو is an ecological region region بمعنى منطقة وكلمة منطقة الآن هاي اسم سبقت بصفة فالآن منطقة بيئية منطقة مالها بيئية فالآن أول معلومة بعرفها أنا وإياكم عن البورنيو رينفورست إنها منطقة بيئية تمام on the island of بورنيو في اللي هي جزيرة اسمها بورنيو الجزيرة هاي وين موجودة يا إخواني؟ موجودة بساوث إيست ساوث إيست الآن جنوب شرقي اللي هو أيجيا اللي أيجيا هاي طبعا القارة continent يعني قارة قارة آسيا أكيد قارة مين؟ آسيا فالآن هذا السطر الأول أنا وإياكم لو بدي أستنتج منه معلومة مهمة إنه شو هي بورنيو؟ إيش بتعرف عن بورنيو؟ بورنيو بعرف إنها ecological region منطقة بيئية موجودة في جزيرة بورنيو اللي موجودة في الآن ساوث إيست آسيا اللي هو في آسيا الآن بنكمل حكي عن مين؟ عن اللي هو البورنيو اللي هو رين فورست شو بيقول؟ من أغلى الغابات المطرية اللي موجودة في العالم؟ إخواني الآن بدنا نحكم المنطق أنا وإياكم لما أحمد يقول هاي الغابة المطرية هي من أغنى الغابات المطرية في العالم الثلثنا بلش يفكر يقول خل رح أرحل عليها بل كلميت لي شوية مصاري لا 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 مو الغنى هذا اللي أنا بحكي عنه تعالوا لا مش الغنى هذا أنا بحكي عن غنى من نوع مختلف إنها غنية بشغلات كثيرة يعني غنية بموارد طبيعية غنية بأشجار غنية بأنواع مختلفة من إيش من الحيوانات أجلكم الله فالآن تعالوا نشوف شو بيحكي لنا إنها إيش أغنى غابة مطرية في العالم إنها أغباء أغباء أغنى غابة مطرية في العالم طيب تمام فبيكمل عنها وشو بيقول إنها home to thousands of plant species إنها home مش معناها منزل هون home معناها موطن إنها موطن لي موطن ليش لآلاف موطن لآلاف آلاف شو اللي هو فصائل species معناها فصائل من إيش من النباتات يعني فيها أنواع ما هبه ودب من النباتات طبعا بالآلاف بيحكي لي hundreds of مئات من فصائل اللي هو الطيور and a very large range وفيها كمان اللي هو خلني حكي عدد ضخم من الانمولز الحيوانات طيب حلو معلومات حلوة عن هاي الجزيرة لغاية الآن بنعرف living things الكائنات الحية زي اللي ذكرناها أنا وإياكم الكائنات الحية هاي are not the only resources إنها ليست المصادر الوحيدة في هاي الغابة إنه أنا الآن بلشت أوصف بالغنى غنية بشو هاي الغابة حكينا فيها الآن أفصائل مختلفة من اللي هو النباتات من الطيور من الحيوانات لكن مش بس هذول هم المصادر الوحيدين الموجودين في بورنيو في كمان إيش هو لأن بحكي لي هون living things الكائنات الحية اللي ذكرناها مش هي المصادر الوحيدة في اللي هو بورنيو rainforest لكن بكمل بقول لي في إشي كمان اسمه الآن minerals and fossil fuels الآن fossil fuels are hidden under ash underground بحكينا إنه في إشي اسمه كمان اللي هو minerals minerals اللي هو إيش مقصود في minerals اللي هو المعادن فيها معادن غير الكائنات الحية يخواني والله العظيم كمان هاي الجزيرة أو هاي الغابة مليانة معادن وكمان إشي اسمه fossil fuels fuels fossil fuels fuels معناها وقود fossil بمعنى أحفوري الآن فيها وقود أحفوري الآن هاي الجزئية اللي هي الفاصل fuels والجزئية هاي ما لهم are hidden underground مخفيات تحت الأرض تحت الأرض يعني نستنتج يلا إخواني لازم نفكر بالطريقة هاي أنا وياكم اللي بستنتجوا أنا وياكم الآن إنه الجزيرة عفوا مش الجزيرة هي الغابة المطرية هاي بورنيو اللي فيها مصادر مخيفة غنية لأنها لكن مصادرها مقسومة إشي على ظاهر الأرض وإشي في باطن الأرض وهون حكالي إنه في عندي شغلتين حديثا يلا تعالوا الآن معلومة مشتقات مهمة انتهت الكلمة ب-L-Y الكلمة التي تنتهي ب-L-Y دائما بقول عنها ظرف الكلمة التي تنتهي ب-L-Y دائما بقول عنها شو بقول عنها ظرف تمام على عين وراسي طيب وقف عندك شوي في كلمة استثنائية في كلمة رح نتعرف عليها بالتوجيه مع بعض اللي هي الكلمة كلمة friendly وضف لها ال-Y طب أحمد الآن هاي الكلمة انتهت ب-L-Y كلمة recently حكيت لي عنها adverb adverb يعني ظرف عشان انتهت ب-L-Y طبعا طب هاي هاي كمان انتهت ب-L-Y لازم اقول عنها ظرف صح اخواني هسا مش كل اشي في اللغة خلص سيستم واحد دائما في حالات استثنائية الآن اسمعني وركز معاي اي كلمة تنتهي ب-L-Y اعتبر ليها ظرف لو قدام رح تسمعني اقول زي هيك اي كلمة تنتهي ب-L-Y احكي عنها ظرف باستثناء كلمة friendly ليش كلمة friendly اي نعم انتهت ب-L-Y لكنها صفة لكنها ايش صفة لانه شو معناها ودود ولما احكي عن شخص والله احمد الثلجي انه شخص ودود معنى انا وصفته بانه ودود معنى فالكلمة هاي اذا هي الصفة معلومة حلوة معلومة مشتقات ف-Recently يعني مؤخرا او حديثا companies شركات شركات من وين من يوروب اللي هو اوروبا بشكل عام ما حدد دول فيها الان The United States الولايات المتحدة اللي هو الامريكية طبعا و-Australia هذال الان الدول الان اللي هي امريكا و-Australia وبعض الدول الاوروبية الان بدأت باشي معين بحكي هاف ادريلد المقصود فيها عملوا عملية تنقيب اذا نقبوا نقبوا المقصود فيها الآن زي احنا منحييها بالعمية لانه بيبحبشوا بيدوروا على المصادر هاي شركات ودت آلياتها على هاي الجزيرة قالوا يلا بلش بحبش لي تحت الارض وبحبش لي فوق الارض دور نقب نقب اللي هي ايش drilled بمعنى نقبوا الان نقبوا لكميات ضخمة كميات كبيرة من ايش من الاويل اكيد مش بدوروا على زيت زيتون اكيد انا متأكد من المعلومة هاي اويل المقصود فيها النفط هون المقصود فيها النفط فالان هاي الشركة ذهبت هناك عشان تبلغ تعمل عملية تنقيب للبحث عن النفط وال natural gases اللي هو الغاز الطبيعي اللي هو الغاز الطبيعي بكمل بحكي people have also cleared large areas الناس ايضا الان عملوا عملية شو هي عملية انهم cleared اللي هو large areas of the rain forests من اللي هي الغابة المطرية cleared هون بمعنى انهم فسحوا وسعوا الآن وسعوا في الغابة المطرية فعملية التوسيع لما اجي غابة مطرية المفروض انه مليانة اشجار فالانا بدي اعمل عملية توسعة بدي اعمل انه افضي مكان اعمل clearing يعني افضي المكان تفضيت شو معناها معناها لازم بلش نقص قص شجر فالان large large areas of the rain forest يعني قطعوا اشجار بعدد هائل في الايش اللي هو rain forests والسبب يا اخواني الآن عشان يعملوا for logging and growing oil plants logging المقصود فيها التحطيب اه يعني هون احمد طلع سادق وكلام محله لما الآن انا ادخل على rain forest وبيدي لكلها اشجار والآن بدي اعمل توسعة بدي عملية انه اعمل فضاوة فالآن الفضاوة بالمنطق شو بيقول انه لازم اقطع الاشجار واشيلها فالآن هم قطعوا الاشجار وبذكر لك السبب عملية التوسعة وتقطيع الاشجار هاي اللي انا بحكي عنها كان هدف 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 and growing oil palms growing oil palms أي بمعنى انهم بدهم يزرعوا يزرعوا اللي هو زيت ايش زيت النخيل زيت مين زيت النخيل يعني الجماعة عم بيفض واسع بالاشجار هاي اللي ملهاش طعمة ما بتسوي اشي بقولك يلا بنقطعها بنخلص منها عشان اعمل مساحة ازرع فيها ايش اشجار هاي الاشجار بتعطيني زيت اللي هو النخيل فبحكينا الآن عن زيت النخيل اللي هو وهذه الاشجار اي اشجار اللي هي الاشجار اللي بتعطي الزيت بحكينا ميك اويل بتعمل زيت لاحظ الفرق طبعا الفرق بين اويل زيت والاويل تبعت النفط هي حسب معنى الجملة اخواني حسب معنى الجملة حسب سياق الجملة بعرف انه هون قصده نفط وهون قصده الزيت الآن كيفي احمد طبع تعرفت تبع معي وانا بقولك كيف ايش تعرف حسب المعنى الان هون اجت معنى النفط وهون تيجي بمعنى ايش بمعنى الزيت فالآن هذه الاشجار تصنع يعني تعطينا الان اشي اسمه الزيت هذا الزيت اللي بيطلعون من الاشجار هاي يمكن بيعه يمكن بيعه صيغة مبني المجهول هاي بي زائد فهذا الزيت يمكن بيعه لأموال كثيرة جدا شكله الزيت مش قليل زيت ممتاز هذا مش زيت طبيق لا هذا زيت شعر شكله فبكمل بيحكي نحن يجب علينا اللي هو حماية المتبقعة أو المتبقي من المتبقي من اللي هي الغابة البطرية نلاحقها قبل ما يخلصو إياها هيك المقصد otherwise يعني خلافا عن ذلك يعني وإلا هيك قصدو إلا it will lose ستخسر more than half أكثر من نصف اللي هو it's natural resources من مصادرها الطبيعية يعني الجماعة هون بيحكوا عن جزيرة أو خلناحكي غابة مطرية الآن ما كان حد بلشان فيها بس عرفوا أنه فيها مصادر طبيعية إن كان في باطنها أو إن كان في ظاهرها فورا الشركات تحركت هناك تحركت هناك عشان شو عشان تبحث عن نفط تبحث عن غاز طبيعي قطعت أشجار اللي ملهاش طعمة ولا بتسوي إشي الآن زرعت محلها أشجار الآن تعطي زيت معين هذا الزيت لما يأخدوه يستخرجوه الآن بيبيعوه بأموال هائلة الآن ما استغلوا الجزيرة كلها أو الغابة كلها لسا ضاي الأجزاء متبقية من rain forest من صابت فالآن بيحكينا هون we have to save يجب علينا حفظ اللي هو المتبقي من هاي اللي هو الجزيرة وإلا سيضيع أكثر من نصف مواردها الطبيعية ممتاز ممتاز إخواني هيك بنكون أنهينا الفقرة هاي واشتغلنا عليها هسا بنا ننتقل لجزية إيش حل الأسئلة إن شاء الله يلا طلابي الآن بدنا نبدأ بحل الأسئلة المعنية بالفقرة الحلوة الجميلة هاي اللي احنا اشتغلنا عليها لكن الآن دعم سحية جزئية عشان أقدر أنا إيش أعمل space أعمل clearing clearing يعني أعمل الآن وسع يعني زي الفقرة اللي ذكرت فيها cleared the area يعني وسع المنطقة طيب الآن السؤال الأول شي بيحكي لي what makes ما الذي يجعل what makes ما الذي يجعل من هذه المنطقة اللي كنا نحكي عنها اللي هي borneo rain forest الآن in a borneo rain forest what makes this region in borneo a rain forest شو اللي بيخلي المنطقة هاي من منطقة borneo الآن غابة مطرية شو اللي بيخليها غابة مطرية على أي أساس يعني حسب قراءتنا أنا وياكم ليش صنفناها غابة مطرية الآن لعدة أسباب هس الأسباب الغابات المطرية أكثر المناطق مغرية اللي يعيش فيها أنواع عديدة من الطيور أنواع عديدة من الحيوانات أنواع عديدة من النباتات زي غابات الأمازون لو تروح هناك إذا دخلت الغابة فتطلعش لأنه فيها أشكال وألوان من حيوانات خطيرة وحيوانات ما نظنش في أليفة يعني مش مصمدين معهم لكن الفكرة الآن هاي هي فبالتالي الآن شو اللي بيصنفها الآن باجي بقول إنها تحتوي على يعني فيها أمطار غزيرة الان ممكن أضيف وأقول إنها تحتوي على اللي هو النباتات نفس النص الي هون تحتوي على وإن حكينا الآن وكمان باجيب أقول مثلاً اللي هو المصادر الطبيعي اللي حكينا عنها طيب حلو كيف يتم الآن بمعنى تدمير الآن اللي هو الغابة المطرية اللي هي بورنيو كيف يتم الآن تدميرها أخواني قرأنا بالنص أنا وإياكم قبل شوي شو حكينا حكينا أنه في شركات كثيرة من أوروبا من أمريكا ومن اللي هو أستراليا عم بيروح وعم بيعملوا عملية تنقيب عم بيعملوا إيش عملية تنقيب اللي هو الـ 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 الان الـ 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 الان الان هاي بيقول الـ الان وبكمل من هون طلّو الان من هون بكمل هاي بنكتبoke باللون أزرق من عند هون بكمل بعد بقول have drilled for large amounts of oil and natural gases وبوقف عملية التنقيب هاي عملية التنقيب الان شو بتسوي الان بتخرب الارض بتخرب اللي هو المنطقة اللي احنا بنحكي عنها سؤال رقم ثلاث What do you think people can do? ما الذي تعتقده أنت يلي بتقرأ السؤال أن الناس تستطيع فعله to protect لحماية لحماية اللي هو والمحافظة على لحماية والمحافظة على اللي هو البورنيو رين فورست هسا اخواني احنا ما في باليد حيلة لكن كلام الآن ممكن اجي اقول له by spreading spreading يعني نشر spreading لاحظ عم بس نعمل كلمات من القطعة الماضية اللي هي قطعة الكوين رانيا by spreading knowledge knowledge and awareness and awareness وتوعية عم بنشر معلومات واللي هو awareness اللي هو التوعية awareness تمام about نكملها هون about الآن إيش about the importance of importance of أهمية importance معناها أهمية the importance يعني أهمية اللي هو rain forests rain بشكل عام rain forests forests تمام okay good ممتاز 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 بحكي لي السؤال الرابع in your opinion برأيك الشخصية اللي بتقرأ السؤال how can we make use of the rainforest's resources without destroying it كيف احنا باستطاعتنا استعمال اللي هو مصادر اللي هو الغابات المطرية بدون ما ندمرها without destroying it طبعا هذا السؤال احنا بنصنفه بالتوجيه في منهاج التوجيه هذا بيجي على صيغة انه اسمه ايش critical critical thinking critical ايش thinking ممتاز critical thinking الآن السؤال اللي critical thinking هذا بيسألك يا عمي تعال كلنا بنعرف وكلنا بحاجة هاي المصادر اللي موجودة في الغابات المطرية فالآن كيف ممكن احنا نستخرجها ونستعملها بدون ما نأذي ايش المنطقة هاي شوفوا شو بديكم تعملو لأن كل اللي بديك تعملو تذكر نقطتين تمام بتحطيلي نقطة رقم واحد ونقطة رقم اثنين ما بدي اكثر من هيك اكتب وجهة نظرك نقطة رقم واحد خطوة ونقطة رقم اثنين هاي خطوة ثانية وبعث ليهم خلينا اصحح هيش شغلك طبعا الرقم عارفينه اكيد احكيتوه والله لازمين عارف انكم حكيتوه مش للبيع صح لان تبعثوه لي على الرقم هاد اجابتكم المقترحة عشان اصلح شغلكم لانه في التوجيه رح اطلب منكم شغلات زي هيك لان الطالب لازم يعرف يكتب الان على الاقل جملتين فانا بساعدك اكتب شو ما بيطلع منك والله العظيم لا اساعدك يعني الان صفت الشغلة عندك انت مو عندي انا الكرب ملعبك هل تخلي الفير الخوف اللي عندك يتغلب عليك وما تبعث لي لان هاي مشكلتك صفت ولو كانت مشكلتك ابعتلي عشان اساعدك في حل هاي المشكلة طي ممتاز اخواني هيك بنكون خلصنا شغلنا ان شاء الله على الجزئية هاي جزئية خفيفة الطيفة اللي هي البورنيو رين فورست الان هاي صورة عنها الان صورة كيف عم بيدمروا الاشجار الان وعم بيعملوا اللي هو جزئية اللاوغينج اللي هو التحطيب تمام الله يعطيكم الصحة والعافية موفقين دائما وابدا اتمنى ربي انكم استفدتوا ان شاء الله دائما احنا هدفنا في المقام الاول هو انه ننشر العلم لانه نشر العلم هو بحد ذاته عبادة الان وبيهمني في المقام الاول اللي هو الاجر من وراه واكيد نشركم لاله بطلع لكم اجر باذن الله تعالى الله يعطيكم الصحة والعافية موفقين دائما وابدا واشوفكم في الفيديو اللي بعده ممتاز شكرا